قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن النجاح بإقرار البند الطارئ المتعلق بالقدس والذي تقدمت به دولة الكويت إلى جانب ثلاث دول أخرى يدل على أنه متى تعاونت الدول العربية والإسلامية في موقف يجسد لحمة ووحدة شعوبها فإنها قادرة على تحقيق الكثير وأضاف الغانم أن تمكن الوفد الكويتي بالتعاون مع أشقائه العرب والوفود الإسلامية الشقيقة من إنجاح المقترح الكويتي في البند الطارئ كان بمثابة تحدي كبير وصعب مشيرا إلى أن هذه الخطوة هي نصر سياسي كبير غير مسبوق كما أنها تؤكد أن الدبلوماسية البرلمانية السليمة تستطيع أن تحقق الكثير بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بفضل الله سبحانه وتعالى تمكن الوفد الكويتي بالتعاون مع أشقائه العرب والوفود الإسلامية والشقيقة من إنجاح المقترح الكويتي في البند الطارئ والذي شاركنا فيه أيضا الأخوة من دولة البحرين وجمهورية تركيا ودولة فلسطين وكانت حقيقة تحدي كبير وصعب في 138 دورة منذ إنشاء الاتحاد البرلماني الدولي لم تنجح مقترحات المجموعة الجيوسياسية العربية في أي من هذه الدورات باستثناء الدورتين الأخيرتين العام الماضي نجح مقترح الكويت فيما يخص الروهينجا وفي العام الحالي نجح مقترح الكويت بالإضافة إلى أشقاء الدول العربية في موضوع حقية الفلسطينيين في القدس وهذا نصر سياسي كبير غير مسبوق لأن كان في ثلاث مقترحات أحدهم تقدم به الكيان الصهيوني الغاصب والمجموعة العربية والإسلامية كلفت الكويت وتشرفت بالرد وتفنيد هذا المقترح ودعوت المجتمع الدولي إلى عدم التصويت له كرسالة واضحة للكيان الإسرائيلي الصهيوني وفعلا سقط هذا المقترح وفشل ذريع وكان في مقترح من أصدقائنا في السويد لم نكن ضده لكن كنا نريد أن ننجح مقترحنا الذي بفضل الله بنهاية الأمر هناك بند وحيد يقر كبند طارئ في نهاية الدورة وأقر المقترح الذي تقدمت به دولة الكويت مع شرقات الدول العربية يعني هذه الثنائية سنتين على التوالي ونسأى إن شاء الله لتحقيق الربائية في الاتحاد البرلماني الدولي أيضا وهذا يدل على أنه متما تعاونت الدول العربية والإسلامية في موقف يجسد لحمة ووحدة الشعوب العربية والإسلامية فإنها قادرة على تحقيق الكثير واليوم الكيان الصهيوني وقع في حرج بالغ لا أعتقد أنه وقع في مثل هذا الحرج من ناحية التصويت في أي من الدورات السابقة وهذا أيضا يؤكد بأن الدبلوماسية البرلمانية السلمية تستطيع أن تحقق الكثير فنحمد الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا ونهنى حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه والشعب الكويتي على نجاح وفد البرلمان الكويتي في تحقيق مبتغاه ونصرة قضايا الأمة ولا يفوتني أن أتقدم بشكر جزيل إلى أختي وأخواني أعضاء الشعب البرلمانية الذين كانوا خير معين وأيضا الأبطال موظفين الأمانة العامة لمجلس الأمة الذين نعرف نحن عن قرب ما قاموا به من جهد وواصلوا الليل في النار من أجل التحضير لمثل هذه الدورات التي تكللت بالنجاح نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمفقنا للاستمرار في هذا العمل حتى نحقق كل الأهداف التي وضعناها في المستقبل الغريب إن شاء الله المقترح الكويتي اليوم فاز وكان بدعم عربي إسلاميا وحصل على المركز الأول بـ 843 صوت فيما مقترح الكيان الصهيوني حصل على 108 وهذا يعكس بشكل واضح الموقع المتميز للبرلمان الكويتي في الاتحاد البرلماني الدولي ويعكس تأثيره وصدقاته والدبلوماسية البرلمانية طالما كانت الكويت مدافعة عن قضايا الأمة ومصالحها وهذا شيء من مدرسة صباح الأحمد حضرة صاحب السمو صباح الأحمد هذا الجهود ليست قيب على دولة الكويت فالكويت هي السباقة من بداية النظام الفلسطيني وهي من تبنت حركة النظام الفلسطيني عن القيادة وكذلك الشعب واليوم توجه هذا الجهود بوجود رئيس مجلس الأمة والأعضاء الوفد وبهذا التحرك الذي نال هذه الأغلبية وهذه الأغلبية الفلسطينية هي قضية كل مسلم تحركة النظام الفلسطينية هي قضية تحركة النظام الفلسطيني تحركة النظام الفلسطينية هي قضية تحركة النظام الفلسطينية